بعدما وضعت أجواء العيد أوزارها ومرت أيامه سريعا يستذكر المقدسيون أن عاما تلو العام يمضي وتسلب من المواطن المقدسي بهجة وفرحة الأعياد بسبب تفاقم الأوضاع الأمنية والسياسية سوءا فضلا عن الاقتصادية احتلال الإسرائيلي بهدف بالدرجة الأولى لإخراجنا من هذه المدينة المقدسة عياد أجد كالمعتاد احتلال موجود ممغس لحياتنا ضاغط علينا أسواق خارية ضرب الاقتصاد الوطني الموجود في المدينة المقدسة والهدف واحد تركيز الاحتلال لإفراغنا من هذه المدينة المقدسة إحنا كمقدسيين رح نتواجد في هذه المدينة وبثبات حتى لو مشتغلناش حتى لو وقفنا بب محلاتنا التجارية وقفين هيك إنه نضل شوكي في حلق هذا الاحتلال الموجود في هذه المدينة ربيت بطلب من كل المشاهدين إنه ينقذوا هذا الشارع يعني مش بس هذا الشارع والبلدة القديمة يعني لما واحد من الشباب بصور لايف على منطقة درجات باب العمود على الساعة عشرة قبل الوقفة بيومين ما فيش ولا بني آدم طب وين راحت القدس وين البسطات اللي كانت والعالم كانت عالم بالميات تبقى متواجدة بهذه المناطق البلدة القديمة دمرناها بطل ناس يدخلوها في عالم ما بتشتغلش بشيكل باليوم فيش حدا بقولها وين انت في عالم صراحة صارت تخاف تدخل هذا المنطق طب ليش انتوا هذا الخوف صار عنكم خوف إنه الشرطي وقفكم خوف إنه بنزل هذه بلدي بروح وبصرح وبمرح فيها هذا العام حل العيد ومعه تزايدت وتيرة الاقتحامات من قبل المستوطنين الإسرائيليين ولكن مشاهد ضرب المصليين والاعتداء عليهم كانت كفيلة بقلب الموازين في المدينة بشكل عام كان عيد الأضحى هذا العام عيد دامي دي عيد عنيف على أبناء القدس السلطات الاحتلال استخدمت أقصى درجات الأنف ضد المصليين نواة الوفاء ماضية كانت عيد بوجه بهجة عيد بس السنة هذه فيش يعني فيش إلا اليوم تلهم كلها تفاضي البلد كلها يتهمى ما فيش أشغال ما فيه أبدا سبب الأوضاع الأوضاع السيئة السياسية هي اللي خلي الوضع متحفز تكرار هذه الأوضاع والمحاولات الإسرائيلية لكسر فرحة الأعياد وبهجتها لن تثني المقدسيين على مختلف أطيافهم عن الحفاظ على وجودهم وتعزيز صمودهم رغم كافة الصعوبات السياسية والاقتصادية